موسيقى الرئيس السيسي يستقبل رئيس بمهورية جيبوتي بقصر الاتحادية موسيقى موسيقى الرئيس السيسي ورئيس جيبوتي يشدن توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين موسيقى ورئيس الوزراء يستعرض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهايدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موسيقى من تلفزيون النهار مجزي الواحدة ظهرا مشاهدين الكرام أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتح السيسي الصباح اليوم الرئيس اسماعيل عمر جيلا رئيس جمهورية جيبوتي الذي يحل ضيفا عزيزا على بلده الثاني مصر وذلك في قصر الاتحادية هذا وقد عزف السلام الوطني للبلدين واستعرض الرئيس عبد الفتح السيسي ونظير وجيبوتي حرس الشرف ضمن مراسم الاستقبال كما عقد الرئيسان مباحثات قمة لمناقشة العلاقات الفنية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك أكد الرئيس عبد الفتح السيسي اليوم أن مصر وجيبوتي تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعاد مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة ورحب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي اسماعيل عمر جيلا بقصر الاتحادية بالرئيس الضيف في بلده الثانية مصر مؤكدا أن هذه الزيارة تأت استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعادة الثنائية والإقليمية ومتبعة نتائج المشاورات الأخوية التي تمت خلال زيارته لجيبوتي في شهر مايو من العام الماضي وأكد الرئيس السيسي أن أوجه التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة قد شهدت خطوات نوعية مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية كافة شهد الرئيس عبد الفتح السيسي والنظير هو الرئيس اسماعيل عمر جيلا رئيس جمهورية جيبوتي توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات وذلك في قصر للتحديث توجه الرئيس عبد الفتح السيسي بكل التحية والتقدير للاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية وقال الرئيس على حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لقد أديتم عليكم وكسبتم احترام الجميع وكنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعاوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المنضي ألا التقى رئيس والوزراء دكتور مصطفى مدبولي اليوم المهندس يحيى زاكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لاستعراض العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهايدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على جذب الكثير من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخاصة مشروعات الطاقة النظيفة وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي لمحور قناة السويس سعيا لأن يصبح مركزا لوجستيا واقتصاديا عالميا لسيما في مشروعات الهايدروجين الأخضر نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يرصد تحول مصر لمحور للربط الكهربائي بين القرات وذلك بعد مرور سبع سنوات على بدء النهوض بقطاع الكهرباء في مصر وأوضح التقرير أن العجزة في الكهرباء تحول إلى فائض يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى لافتا إلى وصول قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2021 هذا وقد استعرض التقرير مشروعات الربط الكهربائي مع دول أفريقيا مشيرا إلى خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان والذي يصل طوله إلى نحو 170 كيلو متر وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى خط الربط الكهربائي القائم بين مصر وليبيا والذي تبلغ قدرته الحالية 150 ميجاوات كما رصد التقرير إشادات وتوقعات المؤسسات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي حيث أشادت تابلونبورج بتنفيذ مصر عدة مشروعات لربط الكهربائي تسمح من خلالها بإقامة نظام لمشاركة الطاقة مع جيرانها بالمنطقة هذا وقد رصد التقرير توقعات فيتش بأن تصبح مصر واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهربائية نموا في المنطقة خلال السنوات العشرة القادمة أعلنت وزارة الصحة والسكان يمسي عن خروج 3321 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 378332 وأوضحت الوزراء أنه تم تسجيل 2300 وحالة وحيدة جديدة ثبتت جابية تحليلها للفيروس ومتحوراته لفتا إلى وفاة 59 حالة جديدة انتهى مجازر واحدة ظهرا من تلفزيون النهار ومشاهدين الكرام إلى اللقاء